اهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة من دور التعليم برنامج كامتازيا ستوديو ضمن دبلومة المونتاج في هذه المحاضرة رح نشرح موضوع مهم ألا وهو السي جي السي جي طبعا هو مفصل مهم من مفاصل عملية المونتاج يضافي التقارير الخبرية وعند الفيديوهات التي تحتوي على شخصيات معينة ناخذ مثال مثلا هذا الفيديو لقاء أو تقرير مع المعمارية العراقية زهى حديد طبعا هذا هو السي جي السي جي هو عبارة عن نقشة فيكتورية أو تصميم معين يكتب عليه تفاصيل المتكلم في الفيديو مثل ما اللاحظه هنا هو تعريف للمعمارية زهى حديد وطبعا هذه الفقرة تستخدم كثيرا في الفيديوهات ولا سيما في السوشال ميديا طبعا تعطي جمالية للفيديو بالإضافة لأنه تعريفية لشخصية معينة يعني تستخدم للتعريف وتستخدم أيضا ليعطاء أنيميشن في الفيديو طبعا راح نتعلم في هذا الفيديو كيفية تصميم السي جي طبعا باستخدام برنامج كامتازيا لو رحنا على قائمة ليبري راح نلقى من ضمن هذه القائمة فالشيء اسمه لاور ثيرد طبعا لاور ثيرد المقصود به هو السي جي أو الحماية القانونية للفيديوهات طبعا هذه مجموعة من السي جي هات الموجودة داخل البرنامج والإحترافية جدا ناخذ هذا أول واحد مثلا أول سي جي نحاوله شوية كبير المدة الزمنية نشغل السي جي ونشوف نلاحظ أنه لمسات احترافية جدا وأنيميشن قوي بالإضافة إلى بساطة في التصميم ليعطي سلاسة عند الرؤية بالعين طبعا هذا السي جي مثل ما نشوف هو مصمم باللغة الإنجليزية أول خطوة هي لازم أنه نقلب هذا السي جي إلى 180 درجة من خلال أنه نحدد هذا السي جي ونروح على Visual Properties ومن ثم على المحور Y نكتب 180 بعدها Enter رح ينقلب السي جي مثل ما نلاحظ أنه السي جي رح يكون من اليمين إلى اليسار طبعا نخلي بها المنطقة مثل ما نوهنا أنه السي جي رح ينضاف على شكل Group نفتح للغروب ومن ثم طبعا رح نشوي نصغر الشاشة ومن ثم نلاحظ أنه عندنا Double Text Text اللي هو هذا باللون الوردي أو البرتقالي والText الثاني اللي هو باللون الأبيض نحاول نقلب هذني النصين من خلال أنه نحدد النص الأول ونروح طبعا ممكن نحدد النص الثاني أيضا ومن خلال طبعا Ctrl أو Shift ونروح على Visual Properties وعنده المحور Y نكتب 180 Enter هنلاحظ أنه النصين تحولا نضبط أماكن هن طبعا هذا النص الأول رح يكون في هالمكان والنص الثاني رح يكون في هالمكان كما هو ممكن أنه نضيف النصوص العربية مثلا أنا مجهز النصوص النص الأول اللي هو رح يكون بها عبدالستار جبار كليك أيمن Ctrl V طبعا Ctrl A ونحاول أنه نكبر الناس ونغير لونه إلى اللون الأبيض تمام bold تمام جدا طبعا نضغط على النص نرجع إلى النص نضغط على click ويأما بالسهم يأما بالماوس نضبط مكانه مثلا في هالمكان شفنا أنه الحجم كبير جدا ممكن أنه نصغر شوية من الحجم ممكن أنه نخلي النص 100 تمام نضبط مكانه واللي أكون في هالمكان وطبعا ممكن أنه ننضي لون ولي أكون بل eye drooper نختار من هذا اللون تمام جدا نجي إلى النص الثاني مثلا مدرب حاسوب موعتمد ناخذ copy طبعا يأما ناخذ copy نص مننا يأما من داخل برنامج وورد يأما نكتب بشكل مباشر داخل برنامج كمتازي أنا أفضل أنه أكتب داخل برنامج وورد طبعا نحاول أنه نبعد النص الأول لأن بالتحديد راح تكون الأولوية إليه باعتبار أنه جزء الأكبر نحدد النص الأول ونرفع إلى الأعلى بعدين نحدد النص الثاني وcontrol v طبعا control a حتى نحدد الكل ورح ننطي لون أبيض بعدها رح شوي نكبر حجم الخط ممكن أن يكون 80 80 enter تمام جدا ممكن أنه نحاول نرجع إلى group نحاول ضبط مكان النص مثلا في هالمكان ممكن أنه ندبل كليك عليه control a ننطي توسيط بعدين نحاول مرة ثانية نضبط المكان من جديد نرجع على group نصعد إلى النص وبالماوس مثلا في هالمكان بعدين نرجع إلى النص الأول ونخليه أيضا في هالمكان ممكن أنه نصين نحددهن طبعا نحدد النص الأول والنص الثاني وبالتجاه نحاول أنه يكون مكانهم قريب على هذين الخطين بعدين نجي إلى نغلق نجي إلى CG كله بشكل عام ونحاول أنه نقرض على اليمين نلاحظ أنه CG أصبح عربي وممكن أنه نشوف CG جميل جدا ولكن تبقى خطوة واحدة اللي هي أنه النصوص تظهر من اليسار مثل ما نلاحظ النصوص تظهر من اليسار إلى اليمين طبعا قلنا هذا الشيء ما ملاعم ويال محتوى العربي لازم نغير الاتجاه نحدد أي أموى نحددهن اثنينهن ونروح على Behovers وطبعا من قائمة Type نجي إلى Text ونختار Write to Lift مثل ما نلاحظ جميل جدا طبعا CG رائع وممكن أنه نستفاد من عدة في الفيديوهات الخبرية نأخذ مثال آخر حتى تتوضح الفكرة ممكن نأخذ هذا المثال نشغل CG جميل جدا طبعا مثل ما نوهنا أنه أول خطوة يجب أنه نقلب CG بزاوية 180 حتى يكون ملائم للمحتوى العربي بعد ما نحدد CG نروح على Beg والProperties نجي إلى المحور Y نكتب 180 درجة بعد ما قلبنا CG لازم نجي نقلب النصوص نفتح CG ونلاحظ أنه بي شعار وهذا الشعار رح يكون مقلوب أيضا نجي نحدد الشعار ونجي إلى المحور Y بعدين 180 Enter تمام جدا طبعا بعد ما قلبنا الشعار رح نضيف نص جديد بالنسبة للتكس حتى نتعلم شون نضيف نصوص ونضيف إلى CG رح نروح على التكس ومن ثم Delete الخطوة التالية هي نروح على قائمة Annotation طبعا نجي إلى تكس ونضيف هذا التكس ونكتب الناص اللي إحنا أريده مثلا أنا راح أكتب طبعا راح أضغط على Ctrl V لأن الناص عدي جاهز Ctrl A وأختار اللون اللي أنا أريده مثلا لون الأحمر بعدها نكبر حجم الخط مثلا بها الحجم ممكن أنه ننطي bold تمام جدا نحاول أنه نسنتر المكان الناص شفنا الناص أنه كبير ممكن أنه نصغره طبعا ممكن أنه نصغر حجم الخط طبعا بكامة 95 ممكن أنه تصير ضمانين أو ممكن تصير 90 تمام جدا نحاول أنه نشغل الفيديو نشغل CG تمام لاحظ أنه بس الناص الناص ما يظهر بشكل مناسب ممكن أنه نشوف ممكن أنه الناص بعد شوية يكون إلى اليسار وإذا نلاحظ في هذا الخيار من خلال Show Effect نلاحظ أنه أكو Drop Shadow أو أكو ظل طبعا هذا الظل مو مناسب ممكن أنه نحدده يعني راح يكون لونه أصفر و Delete و راح نلاحظ أنه ظل اختفى ممكن أنه بلتجاه الأسفل نحاول نخلي المكان فيه المنتصف مكان النص جيد جدا نشوف مكان الخروج ممكن أنه بعد نحاول نخلي المنتصف تمام يعني فيها المنطقة يحاول يختفي الناص تمام جدا أوكي طبعا ممكن إن شاء الله بالمحاضرات القادمة لما راح نشرح الخاصية بي هفرز و طبعا أكيد راح نقدر نضيف بي هفرز لهذا الناص يكون بشكل أجمل و طبعا أكيد يعني بعد من نشرح الخاصية بي هفرز راح نرجع إلى الـ CG و راح نتعلم شون نضيف بي هفرز حركات تفاعلية إلى النصوص طبعا هذا بالنسبة للمثال الثاني طبعا فقط فقط هذا بالنسبة للنوع الآخر فقط ممكن إنه نغير الصورة من خلال إنه نضغط على الزائد اللي هي بالغروب نحدد على الصورة و كليك أيمن على الصورة و نختار Update Media بعدها نختار الصورة اللي احنا نريدها كشعار و من ثم أوكي تمام جدا مثل ما نلاحظ مثل ما نشوف أوكي يطلع الشعار و من ثم يطلع النص و طبعا يخرج النص و من ثم يخرج الشعار طبعا وهكذا نقدر نعدل على الأنواع البقية مثلا هذا النوع و مثلا تلاحظون أنيق جدا و طبعا نقدر نعدل عليه كما شرحنا في الأنواع السابقة وهكذا مجموعة ضخمة موجودة من السي جي هات و رائعة طبعا نقدر نعدل عليها ب كل حرية مثل ما نشوف هذا النوع رائع جدا و أنيق تبقى و لاحظة شلون نضيف السي جي إلى الفيديو طبعا سهل جدا طبعا هذا الفيديو طبعا بعد ما أخلي الفيديو في التراك لأول مثلا يجب أن يكون السي جي في الأعلى في تراك أعلى من تراك الفيديو و أخلي في المكان المناسب في المكان اللي تظهر بالشخصية مثلا هناك في المكان أجي أخلي سي جي يبدي في المكان ممكن أن يكون ممكن أن يكون في المكان وماذا تلاحظون طبعا هذا هو فيما يخص السي جي موضوع سهل جدا ومهم في الفيديوهات ولا سيما الفيديوهات الخبرية واجب هذه المحاضرة هو عمل السي جي طبعا ووضعه على تقرير خبري طبعا ممكن أن ناخذ فيديو أو تقرير خبري من اليوتيوب نحمله وبالتالي نضيف عليه السي جي وطبعا الألوان والأشكال تكون من اختياراتكم نلتقيكم في المحاضرة القادمة بإذنه تعالى